موسيقى مساء الخير عزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من عين الحدث الليلة نتحدث معكم حول أهم القضايا العالقة بالموضوع الاقتصادي هناك أزمة اقتصادية تمر في الأردن الآن ما وزن القطاع الخاص وكيف يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دورا في تقديم مشورة للحكومة وأيضا أن يلعب دورا في تقديم حلول عملية في المعادلة الصعبة التي نعيشها اليوم رح نتحدث عن أربع محاول رئيسية رح نتحدث عن محور التنمية والتشغيل أيضا رح نتحدث عن البطالة والتهرب الضريبي وأيضا ربما نتحدث عن الموازنة والعجز بالموازنين معنا الأستاذ زيان زواني أهلا وسهلا فيك وأنت خبير اقتصادي وسياسي نرحب فيك في القناة معنا الليلة والمهندس موسى الساكت أهلا وسهلا فيك أنت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمال أهلا وسهلا إذن نبدأ أخزيان حول أهم محاور التي تواجه أو القضايا التي تواجه المجتمع الآن اقتصاديا ما رأيكم أنتم القطاع الخاص في هذه القضايا كيف تستطيع أن تلعبوا دور ربما أن يكون إيجابي بداية شكرا على الاستضافة وقد يكون من المناسب الحديث في هذا الموضوع في ظل ما يجري حاليا من نقاش لمشروع قانون موازنة 2017 في مجلس النواب تاريخيا القطاع الخاص في الأردن أو الاقتصاد الأردني تاريخيا هو عبارة عن اقتصاد مختلط بمعنى ليست اقتصاد رأسمالي بالكامل وليست اقتصاد اشتراكي بالكامل ابتدى الاقتصاد الأردني تاريخيا منذ نشأة المملكة الأردنية الهاشمية وحتى من تاريخ نشأة الإمارة كاقتصاد مختلط بمعنى أن القطاع العام والقطاع الخاص شريكان مع بعضهم البعض في صنع هذا الاقتصاد بس نحن نميل أكثر على الاقتصاد الرأسمالي إذا سمحت لي نحن نتحدث تاريخيا كيف نمى الاقتصاد الأردني وبأي توجه ضمن هذا الاقتصاد المختلط نذكر أن الاقتصاد الأردني أسس شركة الكهرباء شركة شراكة ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام أسس شركة الفوسفات نفس النمط المختلط أسس شركة البوتاس وأخرا ما بين شراكة أردنية وشراكة عربية مع القطاع الخاص وأسس شركة الإسمن وكل درر الاقتصاد الأردني التي تأسست في الاقتصاد الأردني كانت هي عبارة عن شركات مشتركة الملكية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام صحيح صحيح ولكن نحن اليوم نعيش بظروف مختلفة الآن من فترة دخلة الخصخصة على الاقتصاد الأردني أصبح الاقتصاد الأردني يميل نحو الاتجاه الرأسمالي أكثر وابتدت هذه البصمات للاقتصاد الرأسمالي تبدو أكثر وضوحا هذا لا يعني أن خلال هذه الفترة أن القطاع العام تراجع بل بالعكس القطاع العام ما زال يشكل أكثر أكبر موظف عنا في الأردن صحيح حتى اللحظة هاي على الرغم من أنه إحنا الاتجاه نحو الاشتراك الاقتصاد الرأسمالي على الرغم من الخصخصة التي حصلت ما زال القطاع العام يشكل العنصر الأساسي في بنية الاقتصاد الأردني طيب إحنا حتى المشاهد يعني يخرج بشيء من هذه الحلقة ما رأيك الآن أنه نبدأ في تشخيص الحالة الاقتصادية الأردنية يعني يعني بس هيك بيعطيني بند واحد حتى أنتقل لضيفي الآخر بل الاقتصاد الأردني حاليا يمر في ظروف صعبة وتحديات هي عبارة عن تحديات تراكمية مرت على الاقتصاد الأردني على مدى السنوات العشرين الماضية وابتدت تظهر آثارها بشكل واضح خلال السنتين الثلاثة الأخيرة حيث ارتفع معندل الدين العام المعندل البطالي عما بيرتفع وصل إلى حسب آخر إحصائية من دائرة الإحصاءات العامة وصل إلى 16% وهذا بشكل رسمي الاقتصاد الأردني يعاني من تراجع النمو الاقتصادي حسب دائرة الإحصاءات العامة بآخر ربع سنوية عن سنة 2016 كان 1.8% واحد وثمانية في العشرة في المية وهذه نسبة غير مرضية على الإطلاق وبالتالي التحديات هذه كلها تتشكل فعلا تحديات صعبة أمام الاقتصاد الأردني بما فيها من معاناة من بطالة من فقر وبما فيها من معاناة للحكومة ولماليتها العامة فالطرفين يعاني طيب ممتاز ممتاز هلأ أخي موسى أنت صناعي وأبني البلد وأنت تعلم تماما ما يدور في السوق والوضع الاقتصادي كيف تحلل الوضع الاقتصادي الآن؟ أشوف أول شيء بداية شكرا على هذه الاستضافة الوضع الاقتصادي في تراجع يعني أبدأ أعطيك مقارنة سريعة للوضع الاقتصادي بشكل عام خلال الأربع سنوات الماضية وكلنا نذكر مقولة دكتور عبدالنسور في 2012-2013 أنه شد الأحزمة ورفع الدعم عن المحروقات وجرة الغاز في ذلك الوقت كانت المديونية بحدود 17.6 مليار دينار نعم صحي هذا الحقيق قبل تقريبا أربع سنوات نعم بعد هذا البرنامج الإصلاحي الذي سمي في ذلك الوقت إصلاح الاقتصادي وأنا طبعا أسميه يعني الآن ماذا تسمي هو ليس لا إصلاح اقتصادي ولا إصلاح مالي هو حقيقة يعني إصلاح أو نظام جباية بحت ولكن خلينا نركز على الأرقام وهي طبعا هي بالدل خلينا نحن نرح نعم خلال السنوات الأربع الماضية طبعا ما سمي بشد الأحزمة اليوم في عندنا مديونية وصلت 25 مليار نعم للأسر حصة المديونية لكل مواطن زادت من 4000 إلى 5000 دينار يعني كل مواطن عندنا أردني مديون بهذا طب ممكن بس لأنه المشاهد اللي مش اقتصادي ونحن نشجع المشاهدين من كل الأطياف أنهم يشاهدوا الحلقة ماذا يعني 5000 مديونية المواطن؟ يعني إذا وزع الدين نعم على كل المواطنين على كل المواطنين صغير والكبير وإلى آخره أين هذا من المعدل العالمي؟ ما عدي مقارنة يمكن الدكتور بالمواطنات العالمية أنا من الاتجاه الذي لا يسعى وراء الاتجاه العالمي لأقارن الأردن فيه على سبيل المثال اليابان الدين العام تبعها يكاد يصل عادة المؤشر العالمي بينسبوا الدين العام لإجمال الناتج المحلي اللي هو GDP فهذا متفق عليه عالميا في اليابان تصل النسبة إلى 200% لكن أنا ما بقدرش أنا أقارن نفسي باليابان وأجأولي أنه أنا وضعي بخير سوري بأمريكا النسبة تصل إلى 150% أنا ما بقدرش أقارن الأردن نفسي فيه بأبو نسبة 95% إذا لدينا وضع خاص كل بلد إلها وضع خاص طيب نعود فهذه المقارنة السريعة ما بين أربع سنوات خلال طبعا تحبلنا الكثير سواء على مستوى المواطنين سواء على مستوى الشركات أو القطاع الخاص أو طبعا بكل مكونات الاقتصاد الأردني عانى خلال الأربع سنوات قوة شرائية خفضت نمو تراجع أسواق أغلقت إلى آخره إلى آخره وأنت كقطاع صناعي تأثرتم كثيرا جدا 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 الآن تعرف أنت اليوم لما تزيد الضرائب وترفع الرسوم هذه حقيقة أي نعم قد يزيد إراد الخزينة مؤقتا ولكن في الأمد الطويل حقيقة بل بالعكس يتراجع الإراد لأن المواطن زادت الأعباء عنده فالمال المتوفر لديه في جيبه أصبح قيمته أقل أقل فلذلك لن يعني اللي ضاب بقروش بالبنك خسر أكيد حتى لو بوخد عليها فوائد 100% فلذلك هذه طبعا النظرة السريعة في الاقتصاد فالآن لما يقولوا هذه برأيك المحاور الرئيسية اللي احنا منعاني منها الآن في أزمة اللي يعني تشكل أزمة حقيقة رؤية الاقتصادية رؤية الاقتصادية رؤية الاقتصادية تتغير نعم تتغير يعني كل فترة وفترة تتغير يعني منكون ماشيين في طريق تيجي حكومة أخرى بتودينا بطريق آخر نعتمد حقيقة على صندوق النقد وعلى المخطط لا يوجد فريق اقتصادي عابر أو لا يوجد خطة اقتصادية إن صح التعبير عابرة لحكومات هذه الرؤية أو هذا التخطيط يتغير يعني خد خلال الستة الأشهر كم مسافة التخطيط الاستراتيجي المطلوبة لحكومة ما أو لدولة ما يعني أقل شيء بتحكي قاعدة خمس سنوات أقل شيء أن لا تتغير خلال خمس سنوات أنا اللي بقوله بشكل سريع إحنا خد الأربعة أو شهر أو الستة أو شهر الماضي يعني اليوم إحنا جاء فريق اقتصادي أو أفراد في الحكومة في شهر تسعة بعد ما صار فيه انتخابات نيابية جاء أفراد حقيقة أن يكون لهم كل التقرير والاحترام الدكتور جواد العناني الدكتور يوسف منصور ووزير كان يعول عليه كثيرا نعم لأنه حقيقة بدون مجاملة يعني أصحاب رؤية اقتصادية وصحاب تقرير اقتصادية طب ماذا رأينا من هذا الفريق خلال الستة أشهر أو الخمسة أشهر يعني بس أن نلخص للمشاهد أنه أنت الآن تعتقد أنه لعدم وجود فريق مختص ورؤية اقتصادية سليمة طويلة الأمد نعم طيب ما رأيك صديقي زيانا؟ هل تتفق مع طرح المهندس موسى؟ أنا أتفق مع هذا الطرح وأضيف أن الأردن خلال السنوات العشر الماضية لم ينتهج نهج اقتصادي يعالج مشاكله النهج الاقتصادي الذي يسير عليه الأردن من أكثر من عشر سنوات هو نهج واضح سياسات واضحة هذه السياسات بطبيعتها ستؤدي إلى هذه النتائج وهي ارتفاع البطالة متوقع يعني صار معروف يعني صار يقرأ الواحد الآن أنت حطيت لي بالفنجان هذا مي نعم رح أشرب مي نعم ما في ممكن تقول لي أن حطيت لك تقول لي حطيت لك مي وأشرب فيها مثلا شاي لا يمكن وبالتالي غياب الرؤية الاقتصادية غياب النهج الاقتصادي الذي يعالج المشاكل الاعتماد كلية على المنح والمساعدات والاقتراض لمعالجة مشاكل المالية العامة ومشاكل الاقتصادي الأردن هذه السياسات التي صار عليها الأردن خلال فترة العشر سنوات الأخيرات تحديدا هي التي أوصلتنا إلى ما نعاني منه الآن على مستوى الاقتصاد ككل على مستوى تراجع النمو الاقتصادي على مستوى التفاقم المشاكل الاقتصادية من فقر وباطلة وتراجع القطاعات الاقتصادية على مستوى الأحوال السيئة التي تعيشها المالية العامة من حجز ومن مديونية مرتفعة طب هل هذه خارطة التي تحدثت عنها شبه أصبحت زي خارطة طريق للأردن يعني هل الآن أصبح من الصعوبة بمكان التراجع عن الأحداث السابقة والمضي قدما بصورة مختلفة يعني هل أصبحنا في مكان هل وصلنا إلى مكان ضيق تماما لا أبدا أبدا نحن يعني خلنا أعبر عن السؤالة بطريقة هل نحن وصلنا إلى طريق لا نستطيع أن نغيره لا بالعكس يعني ما زال هناك أمل ما زال هناك أمل شريطة أن تمتلك السياسات الصحيحة وأنا أريد أن أعطي أمثلة على ذلك لو سمعت نحن في سنة 2003 كان في عندنا 33 مؤسسة حكومية ومستقلة هذه المؤسسات الحكومية المستقلة تدير البلد إلى جانب الحكومة المشكلة من الوزارات من 2003 حتى هذه اللحظة عدد هذه المؤسسات الحكومية المستقلة أصبح 58 مؤسسين نعم هذه الزيادة هي عبارة عن زيادة غير طبيعية وغير لازم حمل إضافي ومصاريف ونفقات ولا تؤدي أي عمل لأنها أخذت من عمل الوزارات يعني منيج منقول على سبيل المثال منقول في وزارة النقل اعملنا هيئة نقل في وزارة سياحة وغيرها وبحيث أصبحت هذه المؤسسات التي وجدنا أن عددها ارتفع إلى 58 هذه الموازنات مليار ومئة مليون مليار ومئة مليون مليار وستمئة مليون الموازنات هذه مليار حسب المؤسسات لا أريد أن أختلف أبوكي بس أسب تقرير لكن وهذه المؤسسات هي عبارة عن نزيف مستمر جداً لأنك أنت ترصد لها سنوياً مخصصات وتصبح في حالة عجز تبحث كيف تريد أن تسد هذا العجز وبالتالي جزء من الحلول التي ننادي منها ببساطة أن تغلق 25 مؤسسة من هذه المؤسسات ضمن خطة بمعنى خطة إحلاله العفو لأنه قيل في حكومة السابقة حكومة دكتور عبدالله نسور أنا لا سنعالج هذا الموضوع وإجوا أخذوا قرار وقالهوا وانتهى الموضوع وقلبوا الصفحة وكأن شيئاً لم يكن على الأرض لا يوجد خطة واضحة لترجمة هذا الإلغاء الموظفين ظلوا موظفين النزيف ظل نزيف المباني ظلت مستأجرة الرواتب ظلت عملك بتدفعها أنت وبالتالي عملية ما هيش عملية أنا قرار أنا ألغيت المؤسسة الفلانية وبس من شان أرض الشارع أو بس من شان أرض مجلس النواب أو أخوة وإنما هي عبارة عن نهج اقتصادي جديد يعالج هذه الوحدة طبعاً هناك أمثلة كثيرة تنقلنا من النهج اللي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من معاناة إلى نهج آخر آتي مثل آخر إذا سمحت لي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي اعتباراً من 1.1.2017 قصة الاشتراك بالضمان الاجتماعي أصبح 21.75% من الراتب من هذه النسبة يتقاسمها صاحب العمل ويتقاسمها العام غير التأمين طبعاً طبعاً التأمين لسه منبحث بالصحة هذا قصة الاشتراك قصة الاشتراك هذا قصة تلتزم به المؤسسة في القطاع الخاص وفي القطاع العام على أن توردوا لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً ويتم متابعتها وإذا تخلفت هناك عقوبات عقوبات شديدة هذه النسبة نسبة عالية جداً على الاقتصاد الأردني أن تأتي بحيث أن تأتي في لحظة غير مواتية إطلاقاً أصبح صاحب العمل عفوا دكتور صاحب العمل يتردد في القطاع الخاص يتردد كثيراً قبل أن يعين أي عامة أو أي موضة في جديد طبعاً ستحد من يعني راح تزيد البطالة بشكل طبعاً هاي بتزيد البطالة بكل بساطة بتزيد البطالة وبتاخد من جيبة صاحب العمل وبتاخد من جيبة العامل نفسه وبتعطي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طيب هل تشعر بنفس طبعاً طبعاً أنا بس أرجع سريعاً لموضوع المؤسسات المستقلة حقيقةً يعني بتحكي أنت تقريباً واحد ونص مليار خلنا نحكي بنا هذا يشكل أكثر من 15% من الموازن الموازن تقريباً 8 مليار بما تحكي أنت المؤسسات المستقلة بتوصل واحد ونصر واحد وستة واحد واربعة مليار بتحكي قاعد على تقريباً 12% أكثر من 12% فليب أقوله أنه هذا عبئ كبير على الموازنة الآن نحكي موضوع اللي تفضل فيه بموضوع الضمان الاجتماعي ليس فقط الضمان الاجتماعي أنتنا بتقول القطاع الخاص يعاني من زيادة في الرسوم الرخص زيادة في الضرائب زيادة في الطاقة كهرباء وماء إلى آخرين زيادة في النقل إلى آخرين إلى آخرين عم ينحمل القطاع الخاص كمان عبئ كبير بالضبط عبئ كبير جداً الآن السبيل الوحيد لمعالجة موضوع الفقر والبطالة هو القطاع الخاص لأنه هذا من الصعب مكان أنه القطاع الخاص لوحده يحل الأزمة هو بالعكس جزء أنا بقول دائماً الأمور أو الوضع الاقتصادي هو مربوط أو مبني على ثلاث محاور هو مثلث الدولة والحكومة ممثلة بالحكومة القطاع الخاص والمواطن نعم كل يجب أن يقوم بواجبه على أتم وجه الآن القطاع الخاص لما تقول أنت 88 ألف خريج من الجامعات سنوية قديش ممكن القطاع الخاص يستوعب اليوم يستوعبه ضمن التراجع الكبير في أداؤه طب هل في خطة على مستوى الوطن الآن لعدد الشباب اللي ممكن يتم تشغيلهم بالخطاع الخاص كيف ممكن يكون في خطة إذا خطة اقتصادية مش موجودة عبر الحكومات يعني الخطة اقتصادية تتغير مع كل حكومة اليوم زي ما حكينا إمكانية التشغيل جدا محدودة ضمن تراجع القطاع الخاص على أثر هذه السياسات الغير واضحة وهي عبارة عن تحميل المواطن والقطاعات الاقتصادية مزيدا من الأعباء ومزيدا من الضرائب والرسوم إلى آخره فهذا حقيقة لن يستطيعوا أن ينمو أو يعني النمو محدود في القطاع الخاص لذلك إمكانية تشغيل العمالة محدود وبل يتراجع فإمكانية استيعاب هذا العدد الكبير لن يكون يعني وارد ضمن هذه السياسات الاقتصادية التي تعتمد على الجبهي ممتاز هلأ لنشاهد معا بعض المقابلات من مختصين بالقضية الاقتصادية لنشاهد يعني المصادفة كان في إحصائية قالت أنه الاستثمار الأردني في دولة الإمارات ومنها دبي هو الأكبر عربية هذا يدل أن القطاع الخاص قادر على الاستثمار في أي مكان في الدنيا فما بالك إذا كان الأمر يتعلق في داخل المبلكة لكن القضية تتعلق بمنح القطاع الخاص الفرص عبر التشريعات حقيقية وعبر خلق فرص حقيقية لكي يتمكن القطاع خاص من أن يلعب دور كبير كنا نقول أن القطاع الخاص شريك للقطاع العام اليوم يجب أن تختلف هذه الرؤية يجب أن نقول أن القطاع العام هو خادم للقطاع الخاص والقطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في قيادة التنمية وقيادة النمو وقيادة المشاريع الاقتصادية هو أحد من المشاكل الفقر والبطالة عن طريق تعزيز الإنتاجية سيدي القطاع الخاص كما يقال ويقدم هو شريك للقطاع العام ويفترض أن يلعب دورا مهما في العملية الاقتصادية وإطراءها وتطويرها والقطاع الخاص يمكن وأنا أتحدث بعجالي الآن يمكن أن يساهم بإيجاد أسواق أخرى لمنتجاته عوضا عن الأسواق التي تضررت بسبب الأزمات القائمة في المنطقة يمكن أن يطور في إنتاجيته بحيث يساعد على زيادة الصادرات الأردنية وبالتالي على العملات الصعبة الواردة منها يمكن أيضا أن يلعب دورا فيما يتعلق بالبطالة بمعنى أنه في هذه الأوقات يفترض بالقطاع الخاص أن يقلل إلى أقصى درجة ممكنة من الاستغناء عن الموظفين لأن في ذلك خدمة أولا للمجتمع وثانيا خدمة لبقاء العملية الاقتصادية مستمرة من إنفاق هؤلاء الموظفين وبالتالي استدامة حركة النمو الاقتصادي هنا حقيقة هذا هو خفيف الأزمات القطاع الخاص طبعا له دور كبير فيه لكن أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية وداخلية الأسباب الخارجية مرتبطة بما يتعلق بأسعار الطاقة من جانب والظروف الإقليمية وتداعياتها سواء الملف السوري أو الملف العراق وتداعياتها على اقتصاد المملكة هذا قد يكون القطاع الخاص متضرر منه لكن لا حول له في إيجاد أي حل بهذا التجاه هذا مطلوب من الحكومة والدبلوماسية الأردنية لكن فيما يتعلق بالقطاع الخاصة هذه طبعا الكثير أن يعملوا أصلا ناتج المحلي جمالي مساهمة الحكومة تتجاوز 45% وهذا يعتبر تشوف الاقتصاد ويجب أن تكون مساهمة القطاع الخاص هي الأكبر الاقتصادات المتقدمة يتجاوز القطاع الخاص 80-85% والنسبة المتبقية هي للقطاع العام فلا زال هناك الكثير أمام القطاع الخاص ليعملوا لكن هذا القطاع الخاص بحاجة إلى تمكين من الحكومة هناك بعض التشريعات التي تحتاج إلى إعادة النظر حتى نستطيع أن نطلق يد القطاع الخاص كان أقرأت الحكومة أخيرا قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص هذا إيجابي جدا لكن لا زالت مشروعات الشراكة محدودة نحتاج إلى أن نقف على المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص وكان لمجلس السياسات الاقتصادية الذي أمر بتشكيله جرالة الملك أهمية كبيرة بالوقوف على التحديات التي تواجهها القطاع الخاص وتم تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها مع الحكومة لكن لحد الآن هذه الأولويات لم تلقى أي اهتمام أو إجراءات البنك المركز الأردني من جانبه قام بما هو مطلوب منه لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويل المناسب ضمن برامج محددة لكن باقي المؤسسات لم تقم في واجبها ونحن بالتالي بحاجة إلى أن يكون هناك تحفيز أكبر من قبل الحكومة للقطاع الخاص توفير بيئة مناسبة أكثر للقطاع الخاص جاهز للمشاركة لكن يحتاج إلى تمكين وأدوات التمكين موجودة لدى الحكومة استمعنا معكم أعزائي المشاهدين إلى زملائنا بالقطاع الخاص أخصائيين إذن هناك مطلب أن يتم تمكين القطاع الخاص ويعطاؤه فرصة من خلال تشريعات مختلفة ونحن نتحدث عن نهج الرأسمالي ونقول أنه نحن كان بفترة ما كان في حالة تشاركية ما بين الرأسمالي وإشتراكي يروح نخص خصم الدنيا كلها وموقع الاقتصاد منها الآن لدينا مشكلة بطالة، لدينا مشكلة حقيقية في الضرائب لدينا مشكلة في تحصيل الضرائب لدينا مشكلة في تقليل العجز لدينا مشكلة في زيادة الإيرادات وتقليل النفقات يعني لو بدنا نحط المشاكل بأقعد ربع ساعة بس وأنا بعدين ماذا نفعل؟ أين نحن اليوم؟ أين نحن من كل هذه المشاكل؟ أنا عايز أرجع على بنية الاقتصاد الأردني ونشوف قطاعيا بشكل لمحة سريعة ممتاز القطاع الصناعي عنا على مدى الأربع سنوات الماضيات عانى كثيرا من ارتفاع الكلف وأنا لما بعني ارتفاع الكلف عايز أجيب شغلتين أساسيات وهذا لا يعني بس على القطاع الصناعي أنا بأخذ القطاعات كلها عنا كلف الكهرباء وعنا كلف الإيجارات هذه اللي تحدث عنها أخي موسى اللي هي الإيجارات نتيجة تعديل قانون المالكين واللي أثرت على هيكل الإيجارات في المملكة كل آياتها هلأ هذه المعاناة التي يعانيها القطاع الصناعي أعطت النتائج التي نتابعها تعلن من دائرة الإحصاءات العام تراجع بإنتاج القطاع الصناعي يعني انعكست سلبيا سلبيا طبعا تراجع حجم الإنتاج الصناعي تراجعت أسعار المنتجات الصناعية الأردنية وطبعا هذا كله داخليا ما أدى إلى تراجع أيضا الاستثمار بشكل عام ليضاف إليه كمان المؤثرات الخارجية من إقفال الأسواق سواء بحدودنا الشمالية أو بحدودنا الشرقية هذا قطاع الصناعات خذ قطاع الصناعات الغذائية قطاع الصناعات الغذائية عنا في عنا تاريخيا كان فيه هناك عدة وزارات تتابع قطاع الصناعات الغذائية إلى حين تأسيس المؤسس العام للدواء حاليا على سبيل المثال حاليا عن قطاع الدواجن مثلا قطاع الدواجن قطاع شركات قطاع خاص وقطاع واعد وبيأدي دور اقتصادي عم بيكبر وعم بيكبر وعم بيأدي دور اقتصادي بحيث أنك أنت تقدم محليا سلع مطلوبة لأغراض الغذاء ولأغراض الأمن الغذائي ولأغراض الاقتصاد بحيث أنك أنت تقلل من حجم المستوردات من هذه المادة ما الذي يجري فيه؟ حاليا يعاني من إشكالية كبيرة مع أمانة عمان أمانة عمان عندها مسلخ تاريخيا عندها هذا المسلخ كانت بتقول كل الناس اللي بدهم يذبحوا لازم يجوا يذبحوا دواجهم عندنا مقابل الكشف الطبي ومقابل الرسوم بيدفعوها هذا الحكي من 30 سنة أجت شركات الدواجن اللي هي قطاع خاص كبيرة عملت مسالخ عندها خاصة بحجم كبير بحجم نتيجة نمو السوق ونمو الطلب وأصبح عندها مسالخها الخاصة الآن بطل حدا يروح على مسلخ الأمانة من شان يذبح الطيور عندهم الأمانة حست أنه هي هذا شغل راح منها طب هي بدها فلوس الأمانة حاليا عدلت نظامها لتجبر هذه الشركات على أن تدفع لها بدل ضريبة على كل كيلو من الدواجن يعني نتوقع زيادة في وهي ما بتتبحوش عندها يعني نتوقع زيادة في أسعار الدواجن ما بتتبحوا عندها الله يعيني المواطن لا بتتبحوا شركات القطاع الخاصة عند الأمانة ولا بتتابع الهياء أمانة علما بأن هذا القطاع متابع من قبل المؤسسة العامة للدواء والغذاء ومتابع من قبل وزارة الزراعة وأيضا البلديات وبالتالي هلأ وأجوى عمله قانون البلديات بحيث أصبح فيه هناك إشكالية كبيرة أمام هذا القطاع نتيجة التدخل الحكومي والسياسات الحكومية غير الرشيدة أجيب لك هذه القطاعات قطاعات اقتصادية أعطيك مثل ثالث إذا سمحت قطاع الإسكان قطاع الإسكان آخر إحصائية من دائرة الأراضي في دبي بتقول أنه حجم استثمارات الأردنيين في القطاع العقاري في دبي خمسمائة مليون دينار لك أن تتخيل يبقى أنه القطاع الخاص عم بقضة انفلوسه بقضة رؤوس أمواله منه وبروح بيطلع بيستثمرها في الخارج ليه؟ قطاع الإسكان عنا معنش المشاهد عنا تاريخياً نحن كنا بألف خير لأن هذا القطاع استطاع أن يلبي حاجة السوق على عكس كل البلاد اللي حاولينا في مصر تاريخياً عندها أزمة سكان سوريا عندها أزمة سكان لبنان عندها أزمة سكان عندنا في الأردن كان فيه هناك نتيجة أنه هذا القطاع قطاع خاص وقطاع خاص متوازن كان عماله في حالة توازن في السوق العرض مع الطلب والأصحاب القطاع الخاص اللي بيشتغلوا بقطاع الإسكان مبسوطين وبيربحوا والمستهلك عما بيشتري وبيقدر أنه يشتري آخر شغلة بس عندها الحكومة الحالية بشهر رمضان أجد حطت إعفاء بأول شهر رمضان على مساحات معينة صغيرة من الشقق بعد ثلاث أسابيع الحكومة لغت هذا الإعفاء إذن هناك حالة تخبط في الخرارات أنا على يقين بأن معظم ما يعاني هذا الاقتصاد هو ناتج عن سوء إدارة الاقتصاد من قبل إداراتنا الحكومية والمؤسسات للمرحدات المستقلة وكيف يؤثر على الصناعة كيف يؤثر زي ما حكينا الآن ما يعني 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 والاستمر نعم ما ينطبق على القطاعات الاقتصادية لأنه الصناعية وجزء وجزء يعني مهم من القطاع كقطاع اقتصادي الآن اليوم يدار القطاع الاقتصادي بتخبط زي ما تفضلت قبل قليل يعني كلمة حقيقة في محلها لأنه كما الرؤية الاقتصادية غايبة بشكل عام على القطاعات جميحة أيضا الرؤية الصناعية والخارطة الصناعية أيضا غايبة أنتوا عم بسكر عندكم مصنع نعم نعم خلال السنتين الماضيات تقدر تعطينا شوية حصار نعم تقريبا 1200 مصنع لم يجددوا 1200 لم يجددوا ما عندي رقم 2700 1200 تقريبا الآن خلال 2014 2013 و1200 أو 1300 مصنع دخل على السوق جديدا فتقريبا 1000 لـ 1200 خسرناهم حقيقة فإحنا ما هي يعني لماذا الهروب الآن لماذا العزوف يعني لماذا الاستثمارات مش عم تيجي علينا للأردن أسباب كثيرة منها عدم منها عدم استقرار التشريعات لما أحكي أنا كل سنة أو كل سنتين أو ثلاثة يكون فيه نظام ضريب مختلف الرخص والرسوم تختلف اليوم لحد الآن دخلنا في 2017 ولا نعلم إذا لازم استقرار التشريعات هذا واحد من أهم الأسباب نعم اللي عم بتأدي لعزوف المستثمرين عن القدوم للأردن صحيح صحيح اليوم قانون تجيع الاستثمار يتقاطع مع قوانين أي نعم نحن مبسوطين جدا كقطاعات اقتصادية بقانون تجيع الاستثمار الجديد اللي جل طبعا كان سنوات عديدة كان في مجلس النواب وخرج طبعا بعدين سنتين أو ثلاثة وتأخر تمام سنوات تمام سنوات ولكن أقول خلال الدورة الأخيرة مجلس النواب 17 الآن خرج هذا القانون ولكن يتقاطع مع ثلاثة أربع قوانين لليوم لم يتغيروا هذه القوانين ماذا عن حجم التسهيلات التي تقدم للمستثمر؟ هناك صعوبة في التمويل أنا بسمع مستثمرين من أصدقائي اللي بسمع لهم عادة بيقول لك والله جبت اليوم مستثمر وجايب كان بدي يستثمر مئة مليون مثلا وفل الزل نعم هو مش عموضوع وهو جاي من المطار هذه أمور يمكن قد تكون في هل هذه مبالغة فيها؟ نعم لا يسمي مبالغ فيها أبدا يعني في حكينا عقبات وعوائق أمام المستثمر الذي يملك أو يمتلك الأموال عدم زي ما حكينا وجود رؤية واضحة حتى يبني خطته الاستثمارية كمستثمر نعم أيضا الذي ليس له طبعا يعني أموال ويريد أن يستثمر وعنده خطة أو دراسة جدوى اقتصادية ناجحة لن يستطيع أن يستثمر بالطريقة التي يراه مناسبا لأنه في عقبات أيضا تمويلية لدى البنوك التجارية يعني أنا بسمي حالي يعني يعني بعرف بالاقتصاد قليلا ولكن إذا بدأ أستثمر بالأردن ألا يجدر بالأردن أن تقدم لي ضمانات أنه هناك سيكون استقرار لي لمدة عشر سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة صحيح هل يوجد هذا الشيء الآن؟ هو لا يوجد لأنه الدليل على ذلك تغيير في السياسات تغيير في الضرائب والرسوم تغيير في أسعار الطاقة خلال الأربع سنوات الماضية الطاقة ارتفعت 93 أو الكهرباء بالذات ارتفعت 93 بالمئة الكهرباء وهو مدخل إنتاجي يعني إحنا اليوم إذا طفينا الضواو وحطينا الشمع قد يرانا المشاهد وقد نستمر بالحلقة ولكن عندما نطفع الكهرباء على المصانع المصانع تتوقف لأنه هي جزء الفرق بين الكهرباء في القطاعات الأخرى والفرق بين الكهرباء في القطاع الصناعي القطاع الصناعي يعتبر الكهرباء مدخل إنتاج رئيسي فما بالك وهذا طبعا يعطى في كل أنحاء العالم سعر تفضيلي أمام الصانع فما بالك الصناع الوقتية موضوع ترى يعني يمكن أبسط بذلك أو أبسط من ذلك بكثير إحنا اليوم جلوسنا على نفس الطاولة مع الحكومة غائب غائب تماما يعني إلا طبعا في بعض المجالس الموجودة حتى أنا لا أظلم الطرف الآخر مجالس مغلقة بجيزة لا هي مجالس ليس مغلقة سواء نعم في مجالس مختلفة ويتم استشارة القطاع الخاص ولكن حقيقة هل في مؤسسية في صنع القرار ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام لا يوجد أبدا أي نوع من المؤسسية طبعا بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اليوم نؤكد لك تماما أن الحلول في حلول كثيرة ولكن إحنا نطلب من الحكومة أن نجلس معا لأن هذا هو التشاور وقبل أخذ أي قرار أن يتم دراسة أثره الاقتصادي أولا على القطاعات المشغلة للعمال وبخلاف ذلك سنبقى في تراجع سنبقى البطالة سترتفع وهذا ما تفضلت فيه وهي بناء خطة استراتيجية للوطن يعني كم من الخطة الاستراتيجية التي بنيت وكتبت لسوء الحظ كله عرف أين هي؟ كله يعني ملايين الدنانير تدانى بالخطة بالأجندة الوطنية الحكومات الأردنية اقتصاديا من خمس سنوات من يوم حكومة دولة الدكتور عبداللنصور حتى هذه اللحظة أستطيع أن أقول أنها لم تتخذ قرار اقتصادي إلا بجانب الإيرادات من الموازنة بمعنى آخر رفع الضرائب رفع الرسوم رفع الأسعار رفع الدعم بدون وجود أي توجه أو نهج اقتصادي أساسي يتكلم عن الجانب الآخر من الموازنة جانب النفقات وبدون أي توجه لتفعيل النشاط الاقتصادي في البلد لمواجهة أوضاعه الداخلية وللوقوف أمام التحديات الإقليمية التي لا حول لنا ولا قوة فيها طيب لماذا لا يسمع المواطن عن زيادة في الإيرادات السعي نحو زيادة في الإيرادات لماذا دائما نتحدث عن العجز في الموازنة العجز في جيب الحكومة وما فيش توجه نحو فعلا التفكير طيب إذن المخرج بحكي لي في فاصل نذهب إلى فاصل قصير إبقوا معنا نرحب بكم من جديد عزان المشاهدين في حلقة جديدة من عين الحدث ونصطدف فيها زيان زواني وموسى الساكت وأيضا لمن انضم إنا الآن نتحدث الليلة عن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة الأردنية نعود إلى الأستاذ موسى بعجالة معنا عشر دقائق سنوزع الوقت بينكما بخمس دقائق متقطعة ستكون ما هي أهم الحلول اللي ممكن تقدمها للحكومة يعني الآن لو القطاع الخاص أنتم جلستم مع دولة الرئيس الموزراء وطلب منكم أن تقدموا له رأيكم حول طبيعة طبيعة المشاكل وما هي أهم الحلول لها المشاكل ولكن بعد أن نستمع عن موضوع الإرادات السؤال الأخير نعم قبل أن نذهب إلى الفاصل الإرادات نعم نحن زي ما حكينا خلال السنوات الماضية ركزت الحكومة على زيادة الإرادات نعم من الضرائب ورسوم كما قلنا سابقا نعم وهذا حقيقة نهج يعني استنزف المواطن واستنزف القطاعات الاقتصادية المختلفة فأداء القطاعات الاقتصادية بشكل عام تراجع كثيرا فهذا أدى حقيقة إلى زيادة في البطالة يعني زي ما حكي الأستاذ زيان متقليص الإرادات نعم نعم نحن كان عندنا تقريبا 15.8% حجم البطالة اليوم الفقر طبعا وصل أو سيصل إلى 31% وهذه أرقام حقيقة جدا مرتفعة فإحنا المطلوب يعني يمكن نقفز على السؤال الشق ما هي الحلول المتاحة خلنا نتحدث عن حلول متاحة متاحة عملية أول شيء نحكي بالقطاع الاقتصادي الكلي نعم الاقتصادي الكلي واجب على الحكومات كما عندها خطة في زيادة في الإراد نعم أن يكون في انخفاض في النفقات نعم اليوم حجم انخفاض النفقات في الحكومات المتتالية حقيقة متواضع جدا متواضع جدا متواضع جدا فالهي بازدياد فالهي بازدياد لما حكينا 32 مؤسسة في 2003 مؤسسة مستقلة واليوم 58 أصبح 58 مؤسسة مستقلة يعني نحن نعيش وكأننا دولة نفطية نفطية نعم فإحنا اليوم مدام عندنا القطاعات الاقتصادية هي القادر الوحيد على استيعاب حجم الحجم الكبير من الخريجين فلذلك وجب أن يكون أول شيء تحفيز لهذه القطاعات الاقتصادية يعني تمكين القطاعات الاقتصادية بشكل عام تمكين تحفيز القطاعات الاقتصادية بمعنى آخر يعني الضرائب أن تتوقف في الازدياد على قطاعات اقتصادية معينة إذن موضوع الضرائب أن يتم تقليصها تقنينها تقنينها تسميها كما تشاء دراستها بشكل واضح أولا الشغلة الثانية طبعا ومهمة أنا باعتقادي على موضوع الطاقة يعني اليوم الطاقة إعطاء أسعار تحفيزية للقطاعات الاقتصادية المختلفة حتى تستطيع أن تنمو وتستطيع أن تشغل وأن تستطيع أن تقدم فإذن من جهة هناك الضرائب ومن جهة أخرى هناك الطاقة طاقة نعم تقليل الرسوم على الطاقة التي هي متاحة للمصانع أو للصحيات الصناعية صحيح ماذا أيضا؟ ماذا لديك؟ زي ما حكينا كثير حلول ماذا عن تقديم التسهيلات مثلا؟ التسهيلات طبعا الاعتمانية يعني اليوم البنك المركزي مشكور خلال السنوات الماضية حفز البنوك التجارية بإعطاء تسهيلات ولكن هذا لا يكفي يعني نسبة القطاعات الاقتصادية المختلفة وقطاع الصناعي بالذات نسبتها من التسهيلات العامة لا يتعدى إلى 10% طيب سأعود إليك لأسمع منك أيضا عن موضوع الصناعة أخي زيان ماذا لديك لتقدم لدولة رئيس الوزراء؟ بشكل سريع جدا سأتحدث عن بنود ضبط النفقات ضبط النفقات ضبطها من أجم كيف تتوقع؟ لا أريد أن أعيد التجربة اللي مرت علينا من 3 سنوات عندما أرادت الحكومة أن تحت بند هيكلة القطاع العام فكانت النتيجة زيادة الرواتب بمبلغ 420 مليون دينار سنويا ضبط النفقات بأمانة وبمهنية وبشكل حس وطني هذا واحد هي حملت الدولة حملتنا 10 وزارة جداد أصلا مبارح يعني موضوع تاني موضوع الوحدات المستقلة نعم وحدات المستقلة وتحدث بما يكفي عنها نعم صحيح ثلاثة موضوع الضمان الاجتماعي وأتحدث عن موضوع بس لحظة عن الوحدات المستقلة يعني حتى نكون إحنا منطقيين ما هي برأيك أهم أعطيني واحدة أو تنتين من الوحدات المستقلة اللي يمكن الآن الاستغناء عنها أعطيني شوف قطاع النقل شوف كم كم مؤسسة تشتغل فيها يعني مثلا وزارة السياحة وزارة السياحة تنشيط قطاع السياحة مثلا وزارة السياحة في هناك وزارة السياحة في هناك الوكلاء قطاع النقل فيه 3-4 مؤسسات قطاع السياحة فيه مؤسستين قطاع الشباب فيه 3 مؤسسات ممتاز قطاع الطاقة الهيئات التي تنظم هذه كلية لكن مش كما حدث بالحكومة الماضية مجرد أنا ألغيت وخلص نابد يكون إلغاء إلغاء مع برنامج وعملية إحلال الموظفين موظفين تدريبهم إحلالهم إعطاءهم برنامج من شان تعطيهم مهارات جديدة يفتشوا في السوق على أعمال جديدة لهم تلغي التكاليف هذه كلياتها من المباني وسيارات ورواتف وبالتالي ثلاثة عندي موضوع ضمان الاجتماعي موضوع ضمان الاجتماعي أنا أعتقد بشكل جازم أن سريان مفعول القانون الجديد بالنسبة التي تحدث عنها سيؤدي إلى قتل الاقتصاد ورفع معدل البطالة هذا ثلاثة أربع بالنسبة لموضوع ضمان الاجتماعي كذلك ضمان الاجتماعي هناك فيه هناك صندوق استثمار أموال الضمان هذه المؤسسة تحتاج إلى عملية إعادة هيكلة وحدة استثمار أموال الضمان المؤسسة العامل الضمان الاجتماعي بتأخذ الاقتطاعات من رواتب العاملين في المملكة وبتعطيهم لهذا الصندوق الذي يستثمرهم وبالتالي أصبحت أموال الأردنيين عند هذا الصندوق هذا الصندوق بموجب قانونه حتى هذه اللحظة أدوات الاستثمار محدودة كلها داخل البلد بوداء لدى البنوك بأدوات مالية عند البنك المركزي وبالقطاع العقائي يعني أنت تتحدث عن توسع بهذا هذه يجب أن يعاد هيكلتها هاي فيها تمانين التوسع أم تضييق 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 الهيكل تبعها ومن ناحية المفاهيم القيم تبعتها لأنه المثل اللي اتفضلت فيه وأنا جبت مستثمر وهججوه والتاني جاب مستثمرها أنا أحتاج إلى قيم جديدة للقطاع العام الضرائب تحتاج إلى عملية استقرار كذلك في عندي موضوع مهم جدا وهو موضوع الأراضي الأراضي في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل أساسي مملوكة للخزينة من عند أو الاقتصاد آدم السميث بيقول أن الأراضي هي جزء أساسي من ثروة الأمم لتأتي هذه لتأتي هذه الحكومة للافراز لإفراز هذه الأراضي وبيعها وتسهيل إفراز الأراضي المملوكة من المواطنين وبالتالي يتم تشغيل الاقتصاد الحكومة يأتيها إيرادات المواطن اللي بده يشتري يشتري اللي بده يبيع يبيع بدون ما هي الأراضي محجوزة عاطلة حتى هذه اللحظة بالمساحات المترجمات شكرا جزي موسى بعجالة لو سمحت ماذا عن القطاع الصناعي ماذا لديكم لتحفيز القطاع الصناعي لازم نفهم حقيقة الدولة الأراضيين لازم تفهم أن القطاعات الاقتصادية هي المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات المالية والتشريعية والاقتصادية المختلفة إذا ما تم تنشيط هذه القطاعات ما بينها القطاع الصناعي الذي يأخذ حصة 25% من الاقتصاد الكلي يعني الصناعة تساهم في الاقتصاد الكلي تقريبا ربع الاقتصاد الوطني فإذا ما كان هناك جلسة حوارية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ووضع خطة واضحة مبنية على التحفيز سواء الضريبي أو إعطاء يعني ميزة معينة لبعض الاقتصادات بعض القطاعات المشغلة للعمال لا يمكن لهذا الاقتصاد أن يتقدم أما أن نركز على موضوع الجباية وزيادة الأعباء على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية لا يمكن أن يكون سيكون مرضى دوسلبي جدا إطلاقا والنمو ثم النمو ثم النمو لأنه اليوم عندما ينمو الاقتصاد العجز بشكل تلقائي يتراجع لأنه نسبة المديونية أو نسبة العجز لناتج المحلي الإجمالي عندما ينمو ناتج المحلي الإجمالي فبشكل تلقائي النسبة تتراجع سيد موسى السادس عضو مجلس إدارة وغرفة صناعة أمال كل شكر بالتراضي زيان زواني المحل الاقتصادي والسياسي أشكرك على هذا الخطور شكرا دكتور وبدأ أشكركم باسم السادة المشاهدين أيضا نشكر كل من استمع وشاهدنا الليلة ودائما نرحب فيكم في عين الحدث إلى اللقاء شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة